السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وأصعد الله وأقادكم أعزائي مشاهدين بكل خير هذه التغطية ستكون للهوندا أكورد فئة الهايبريد ترازل 2024 وارد عماسكو سلطنات عمان خلوكم متابعين أعزائي مشاهدين لهذه التغطية للتعرف على المواصفات والأسعار عندنا في سلطنة عمان تتوفر الهوندا أكورد هايبريد بفئة واحدة فقط بالنسبة لمواصفات السيارة الخارجية المصابيح الأمامية من نوع LED مع LED النهاري طبعا فئة الهايبريد بدون حساسات أمامية شبك الواجهة الأمامية مطلئة باللون أسود اللامع القطعة اللي أسفل الصدام بدون طلاء إشارات الانعطاف مدمجة مع LED النهاري نظام هوندا سينسينك للقيادة شبه ذاتية رادار مثبت السرعة نظام الخروج والإرجاع للمسار تنبيه ما قبل التصادمات وفرملة الطوارئ بالإضافة إلى تتبع المسار الإطارات مقاس 235 على 45 أمام مقاس رنقات 18 باللون الفضي والرمادي إشارات الانعطاف على المراية الجانبية ومرآة باب الراكب الأمامي عليها كاميرا الرؤية الجانبية سمارت كيلس انترياد دخول الذكي بدون مفتاح على مقابض الأبواب فئة الهايبريد عليها فتحة السقف وهذه خلفية هوندا أكورد هايبريد مثل ما تشوفون الإضاءات الخلفية من نوع LED الإضاءات الخلفية شبه متصلة يتوسطها شعار هوندا كشاف الضباب موجود جناح باللون الأسود اللامع وهذه كاميرا الرؤية الخلفية أربع حساسات ركن على الصدام الخلفي وهذه نظرة للسيارة من الأسفل أفتح الآن الشنطة نشوف مساحتها سعة التحميل على شنطة هوندا أكورد تقدر أب 473 لتر إمكانية طي مقاعد الصف الخلفي وأسفل هذا الغطاء موجود إطار الاسبير الإحتياطي هذا محرك هوندا أكورد هايبريد مكون من 4 سطوانات بسعة 2000 سي سي 2 لتر هذا المحرك يولد قوة 204 حصنة والعزم 355 نيوتمتر يتصل هذا المحرك بناقل حركة أوتوماتيكة من نوع ECVT هذه السيارة تعتمد على نظام أدفع الأمامي وهذا المحرك يقبل بنزين الـ 91 ومثل ما تشوفون عزيزي مشهدين مساعد رفع البونات تلقائي معدل لاستهلاك الوقود اللتر الواحد من البنزين يقطع مسافة 24 كيلو وتسعمائة متر والتقييم ممتاز أما سعة خزان الوقود فتبلغ 48.5 لتر مستوراحة ركوب في مقعد الصف الخلفي يعتبر ممتاز وبالنسبة لمساحة الجلوس هذه هي المساحة بيني وبين مقعد الساق المساحة ما شاء الله تعتبر واسعة طيب بالنسبة لمواصفات ركاب الصف الخلفي فتحات التكيف الخلفية موجودة مع منفذين تايب سي لشحن الهواتف تنجيد المقاعد من القماش فقط عندنا في السلطنة تتوفر المقاعد القماشية ما تتوفر مقاعد الجلدية مثل بقية أسواق المنطقة وهذه هي التكاية أسفل هذا القطاء موجودة حاملات الأكواب ثلاث مساند للرأس لركاب الصف الخلفي عندنا الإضاءات الداخلية من نوع LED الأبواب من الداخل جميع القطاء رح تكون من البلاستيك بدون أي تنجيد ما قبض الباب ما طلي باللون الفضي مقاعد الساق بتحكم كهربائي هذا هو التحكم الكهربائي بمقاعد الساق أما مقاعد الراكب الأمامي بتحكم يدوي عندنا تشغيل السيارة يشتغل فقط محرك الهايبريد طبعا تشغيل السيارة رح يكون عن طريق هذا الزر بسم الله طبعا محرك الكهرباء الهايبريد ما رح يكون على أي صوت أثناء التشغيل مواصفات السيارة الداخلية عجلة القيادة مكسوب الجلد مع تطعيمات باللون الأسود اللامع شيفتينك بضل ستبديل غير خلف عجلة القيادة هذه أزرار التحكم بمثبت السرعة طبعا مثبت السرعة راداري مع تحديد المسافة مع تفعيل والغاء نظام القيادة شبه ذاتية وهذه أزرار التحكم بالجهاز السمعي مع الأوامر الصوتية طيب عددات الهوندا أكورد عبارة عن شاشة مقاس 10.2 إنش مثل ما تشوفون السرعة القصوى 240 مجموعة المعلومات تظهر في وسط عدد السرعة مثل ما تشوفون التحكم بمصطوى سطوع الشاشة التحكم بإعدادات الهيد أب تسبلي التحكم بالتنبيهات الصوتية لمجموعة الأنظمة المساعدة للساق وتفعيل والغاء مانع الإنزلاق تراكشن كنترول وهذه إعدادات مستوى العرض وهذه معلومات تدفق الطاقة معلومات معدل استهلاك الوقود معلومات الوقت والسرعة معلومات التنقل عن طريق البوصلة قياس مستوى انتباه الساق تنبيهات ارتداء حزام الأمان تفعيل والغاء مجموعة الأنظمة المساعدة للساق مع طفاء تشغيل الحسسات أما في وسط عدد الباور نقدر نحط المختصر اللي ناسبنا مثلا مختصر معلومات برنامج المكالمات أو معلومات الجهاز السمعي أو معلومات اتصال البلوتوث نقدر نحط المختصر اللي ناسبنا بداخل عداد الباور وبس هذي كانت أبرز معلومات شاشة عددات الهوندا أكورد هايبرد وطبعا يتوفر على السيارة الهيد أب سبلي المعلومات اللي تظهر على زجاج السيارة مثل ما تشوفون هذا هو الهيد أب سبلي بروجيكتر رح يكون موجود على الطبلون طيب ننتقل الآن للشاشة اللي تعمل باللمس مقاس 12.3 إنش هذه الشاشة عليها برنامج المكالمات عن طريق البلوتوث معلومات تدفق الطاقة طبعا تدفق الطاقة رح يكون عن طريق محرك البنزين أو محرك الكهرباء المرتبط ببطاريات الليثيوم هذه خيارات الجهاز السمعي من شركة بوز المكون من 12 سماعة هذا كمبيوتر الرحلة معلومات الرحلة طبعا هذه الشاشة ما شاء الله اشتغل محرك البنزين الآن اشتغل محرك البنزين نشوف الآن معلومات تدفق الطاقة على شاشة العددات طبعا تدفق الطاقة ما يكون من محرك البنزين أو من محرك الكهرباء المرتبط ببطاريات الليثيوم طبعا الشاشة تنقسم إلى نصفين وتظهر لنا معلومات تدفق الطاقة طيب هذه الشاشة تدعم برنامج الأبل كار بلاي أو برنامج الأندرويد أوتو عن طريق البلوتوث أو عن طريق سلك اليو اس بي نروح الآن إلى عددات السيارة هذه عددات السيارة قياس ضغط الإطارات اعدادات معلومات درجة الحرارة تصفير عداد الرحلات ومعلومات الرحلة وهذه اعدادات المصابيح الأمامية وهذه اعدادات القيادة طبعا نقدر نخصص أسلوب القيادة مثلا نظام التوجيه نقدر نخليه عادي أو رياضي وأيضا أسلوب ناقل الحركة اقتصادي أو عادي أو رياضي هذا أسلوب تخصيص نظام القيادة وهذه اعدادات مجموعة الأنظمة المساعدة للسائق وهذه اعدادات أقفال الأبواب وهذه اعدادات الريمونت والسمارت كيلس انتري طيب وهذه الاعدادات العامة البلوتوث الواي فاي وإعدادات الكاميرا عندنا أيضا التحكم بمستوى سطوع الشاشة اعدادات الساعة والتاريخ والأدوات طيب لما نشغل إشارة الإنعطاف على الجهة اليمنى تشتغل كاميرا باب الراكب الأمامي أحط الآن القير ريوس نشاهد تصوير كاميرا الرؤية الخلفية هذا هو تصوير الكاميرا مع الخطوط الأرشادية ونقدر نشوف الكاميرا بزوايا متعددة الزاوية العلوية وطبعا تنبيه الحساسات رح يكون موجود على الشاشة طيب يتوسط فتحات التكييف تحذير الفليشار أرباعي التحكم بالتكييف أوتوماتيكيا ودرجة الحرارة مستقلة للساق والراكب الأمامي إضاءة المفاتيح رح تكون بإضاءة مجموعة المواصفات الموجودة بالأسفل منفذ التايب سيل متصل بالشاشة منفذ التايب سيل خاص بشحن الهواتف مع الشاحن اللاسلكي للهواتف الذكية غير سياراتوماتيك من نوع ECVT عاصل غير مكسوب الجلد والغير قابل للتبديل مانيول عندنا اختيار وضعيات القيادة كما نشاهد الآن على شاشة العددات الوضعية رياضية سبورت الوضعية العادية نورمل الوضعية الاقتصادية إيكو وهذا نظام الأيبي مود تشتغل السيارة تلقائيا بالمحرك الكهربائي طبعا عندك وضعيتين التشغيل المباشر أو التشغيل التلقائي يختار السائق عن طريق الزر الأيبي مود الوضعيات مشاهدة أيضا من خلال الشاشة الوضعية رياضية سبورت الوضعية العادية نورمل الوضعية الاقتصادية إيكو طيب هذا هو الزر نظام الإيبي مود التلقائي أو التشغيل المباشر مكابح التوقف كهربائية وهذه حاملات الأكواب وهذه هي السدة السدة بداخلها منفة طاقة 12 فولت بالنسبة لسلامة تحميل ركاب على الهوندا أكورد هايبرد تتوفر الوساد الهوائية الكاملة الأمامية والجانبية والستائرية وساد الهوائية لرقبة الساق مع وساد الهوائية لرقبة الراكب الأمامي طبعا دواست البنزين ودواست المكابح راح تكون من نوع الألومنيوم أما على باب الساق فتح وإغلاق النوافذ جميع النوافذ تفتح وتغلق بلمسة وحدة التحكم بالأقفال مع التحكم بالمرايا الجانبية القابلة للطي كهربائيا طبعا السماعات راح تكون من نوع البوز بعدد 12 سماعة طيب موجود هنا زر فتح الشنطة مع فتح البونيت مجموعة المواصفات الموجودة بالأعلى مرآة الرؤية الخلفية بتعديم تلقائي الإضاءات الداخلية من نوع هذه شماسة الساق عليها المرآة مع عيضات LED مزدوجة ونفس الأسلوب على شماسة الراكب الأمامي وبالأخير هذا هو الدرجة لأمام الراكب الأمامي هذه كانت أبرز مواصفات هوندا أكورد هايبرد طرازل 2000 و24 وارد عماسكو سلطنة عمان هذا الأسلوب الترحيبي جميل الأسلوب الترحيبي على الهوندا أكورد هايبرد هذا شكل مفتاح السيارة اقفال فتح فتح الشنطة مع نظام التشغيل عن بعد طبعا نظام التشغيل عن بعد ما رح يبين معاك إلا إذا كنت مقترب من السيارة لأن السيارة عليه نظام هايبرد طبعا تشغيل السيارة رح يبين عن طريق العددات والمكيف رح يشتغل تلقائيا وطبعا الإضاءات وإشارات اللي نعطاف رح تبين معاك إن السيارة شتغلت عن طريق الجهاز لكل من يشاهد قناتي اللي مرة الأولى اشترك في هذه القناة القناة تتميز بالعديد من التغطيات اللي رح ترضيكم إن شاء الله إذا مشاهدين لا تنسوني من اللايك اللايك حمسني للإستمرار أتمنى أني كافيت وفيت من خلال هذه التغطية للهوندا أكورد هايبرد رازل 2024 تحياتي لجميع المشاهدين أخوكم ياسر الفارسي اشترك في القناة